السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل في الدرس مثوي ومثواكم اللهم آمين نحن في ليلة السبت ليلة السادس من شهر محرم لسنة 43 و 400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الرابع عشر من شهر أغسطس لسنة 21 و 2000 من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع سورة الأنعام في الجزء السابع ومع الآية الرابعة والسبعين أذكركم وأذكر نفسي ما يشجعنا على الاستمرار بهذه الدروس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق بطحان العقيق ما كانان في المدينة أيكم يحب أن يغدو يعني بعد الفجر إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوما وين يعني ناقتين عظيمتين من غير ما إثم لقطعة رحم قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أيتي خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فاحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى أعني بذلك الحاضرين وأعني بذلك من يعني يستمعون إلينا عن بعد كل هذا لا يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين في هذه الآيات يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن حال وقع لإبراهيم عليه السلام مع قومه لأنه القدوة والله جل وعلا لما ذكر جماعة من الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فالإنسان يحتاج إلى القدوة والله جل وعلا هنا في كتابه العزيز ذكر لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنبياء وذكر قصصهم ليقتدي بهم وليسير على طريقهم على طريقهم وليقال له لست بدعا من الرسل وليس ما يقال لك إلا كما قد قيل الرسل من قبلك فهذا من تثبيت الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو أبو الأنبياء ويقال له أبو الأنبياء لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته وذلك يقال له أبو الأنبياء سواء أنبياء بني إسرائيل أو الأنبياء العرب وأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق وأنبياء العرب من ذرية إسماعيل وأما الأنبياء الذين قبل إبراهيم كصالح وهود وشعيب ولوط لوط يعني في زمن إبراهيم لكن ليس من ذريته هو ابن أخيه على المشهور وإدريس ونوح فأولا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته وإذاك قال له أبو الأنبياء وهو أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم لما عرج به مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة وإبراهيم في الأصل قيل إنه كلداني وقيل إنه عربي ونتقه باللغة العربية وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولذا لما أخذ هاجر المصرية وهي عربية أيضاً عرف يتفاهم معها ثم كذاك لما أخذها وإسماعيل إلى مكة وجاءت جرهم تفاهمت معهم والظاهر أنهم يتكلمون اللغة العربية وكذلك إبراهيم لما زار إسماعيل وأمه كذا مرة مرة لما بنى معه الكعبة ومرة لما أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم بقتله أو بذبح ولده ثم كذلك لما زاره ولقي زوجته وكلمها وأمره بتطليقها ثم زاره مرة ثاني ولقي زوجته الثاني وأمره بتثبيتها وكلمها فظهر الله العلم من إبراهيم وإسماعيل كان يتكلمون العربية الفصحة بل إسماعيل هو أفصح العرب في زمنه وأفصح المضريين ومضر من نسله لكن القصد أنه أفصح من جرهم العرب الذين سكنوا في مكة يعني استفادة من الماء ماء زمزم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لأمي إسماعيل وبعد ذلك يعني بعد موت إسماعيل ظلت اللغة العربية عند نسل إسماعيل خاصة عند قريش ولما كانت تقام عندهم الأندية الشعرية في سوق ذي المجاز كانوا يتفاخرون بذلك وتقوى اللغة العربية عندهم وتتطور حتى نزل القرآن الكريم بأفصح اللغة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم في الأصل الذي يظهر أنه عربي صلوات ربي وسلامه عليه وإما ما يقال العرب العارب والعرب المستعرب وهذا كلام بعض المؤرخين لكنه ليس بثابت والعلم عند الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم أي واذكر يا محمد يوم قال إبراهيم اذكر اليوم الذي قال إبراهيم فيه هذا الكلام إذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر أبو إبراهيم والله سماه آزر هنا وسماه النبي كذلك في السنة آزر قال يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة فيقول آزر لإبراهيم يا بني اليوم لا أعصك أبدا فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني يعني لما قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأي خزي أعظم من أبي الأبعد يعني أنه يعذب لأنه ما آمن والد إبراهيم قال وأي خزي أعظم من أبي الأبعد فقيل لإبراهيم انظر ورائك فالتفت فإذا ذيخ الذيخ هو الضبع ذكر الضبع حول الله صورة أبيه على صورة ذيخ صورة ذكر ضبع ثم جر على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله فتبرأ منه إبراهيم عليه السلام فالقصد أن إبراهيم هنا يدعو أباه آزر وهذا هو المشهور في القرآن والسنة أن والد إبراهيم اسمه آزر هناك من يقولن اسمه والد إبراهيم تارح أو تارخ يعني بالحاء أو بالخاء وهذا هو المشهور عند النسابين يعني ما تأرى كتب الأنساب خاصة الأنساب القديم وكذا ما يقولون آزر يقولن إبراهيم بن تارح أو إبراهيم بن تارخ حتى في سفر التكوين في التوراة يكتبون إبراهيم بن تارح ما يقولن ابن آزر فبعضهم يعني حاول أن يقولن آزر هو عمه وليس بأبن له وبعضهم قال إن آزر هو تارح وله إسمان كما يعقوب اسمه إسرائيل واسمه يعقوب مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم له اسمه المقفي والحاشر والعاقب قال فكذلك يعني آزر اسمه تارح أيضا وقالوا وآزر لما سماه أبا من باب التعظيم لأن العم عم الرجل صنو أبيه يعني في منزلة الأب في ناديه من هذا الباب وكما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه ما تعبدون من باب قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل ليس أبا لعقوب وإنما هو عمه قال فسماه أبا فالعم يجد أن يطلق عليه اسم الأب لأنه بمنزلة الأب فقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي لعمه آزر وكذا قال الله تبارك قول النبي صلى الله عليه إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة قالوا عمه إذا كان كذلك فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال لا يمنع أن له أكثر من اسم اسم معروف باسم آزر وتارح لا في أي مشكلة هنا الأمر سهل إن شاء الله تعالى وأيضا قواه ابن كثير رحمه الله تعالى إنه يمكن لكله يعني يتسمى بهذا يتسمى بهذا هذا أمر سهل إن شاء الله تعالى لكن الإشكالية أن البعض الذين لا يرضون أن يكون آزروا أبا لإبراهيم أخذوا منحا آخر وقالوا إبراهيم نبي كريم أبو الأنبياء قالوا نعم ما يسيروا أبو كافر لازم أبوه مسلم أنه من نسل الطاهرين هذا كلام باطل ابن إبراهيم كافر زوجة لوت كافرة زوجة تنوح كافرة والد إبراهيم كافر يعني ما في تلازم ما في تلازم يعني النسب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهذا الحديث باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل في أصلاب الطاهرين كل نبي ينتقل في أصلاب الطاهرين يعني المؤمنين هذا غير صحيح أبدا بل قد يكون والد نبي من الأنبياء كافر وقد يكون مسلما هذا لا شأن له بذلك هذا من التكلف حقيقة وهو دعوة أن والد إبراهيم مسلم ويردون ظاهر القرآن بحجة أنه ما يسير نبي أبوه كافر لا يصير يخرج الحية من الميت المانأة على كل حال عندنا ظاهر القرآن والد إبراهيم آزر طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة تتخذ يعني تجعل أصناما آلهة ومعنى تتخذ يعني فيها أنت اللي مسوي أنت اللي اتخذته يعني ليس هناك من أمرك أن تجعله إلها ما أمرت بهذا أنت اتخذته إله أنت صنعته وإذاك هذه التماثيل التي يعبدونها ما يفقع طلعت من الأرض وإنما إيش الناس يصنعونها يعني لما تروحون للبوذيين مثلا الآن ما زالوا يعبدون التماثيل تلقاه واقف عند المصنع ينطر يطلع من المصنع ذين ياخله يروح يعبده أنت اللي مسويه مصنعك وشغلك وكذا شو أنت روح تعبده يعني أين العقل أين المنطق حتى الأصنام الجاهلية هم اللي بانينها يعني ما في لكن تقول لي والله لا اللي عبد الشمس القمر الكوكب البقرة الفأر غيرها الشجرة هذه نعم الشجرة حتى يصنعها الإنسان لكن قد تخرج الشجرة بنفسها بأمر الله سبحانه وتعالى لكن القصد أن هذا هنا إبراهيم عبد الشمس يقول أتتخذ أصنام آلية أن تبنيها أن تصنعها ثم تعبدها المفروض أن هذه الأصنام هي التي تعبد إبراهيم ووالده وأهله لماذا لهم فضل عليها هي ما لها فضل عليهم يعني عادة الذي لك فضل عليه هو الذي يطيعك أما أنت لك الفضل عليه وانت لك تطيعه غلط عقلاً لا يستقيم هذا الكلام وإذلك إبراهيم عبد الشمس يحرك في والده يعني عقله أين عقلك أتتخذ أصناماً آلهة تصنع آلهة ثم تعبدها من دون الله تبارك وتنصرها وتحميها وتدافع عنها ويبهي شي تسوي ماذا تفعل هذه الأصنام ويقول لما كسرها إبراهيم عسى الثام بعد ذلك يقول حرقوه وانصروا آلهتكم طيب ليش منصرت نفسها الآلهة قال من فعل هذا بآلهتنا هو فهو كسر آلهتهم فيفزعون لآلهتهم ويعاقبون إبراهيم على تكسيره لها طيب هذه الآلهة إذن ما ما فائلتها ما منفعتها ماذا تستفيد منها إلا أشياء نفسية دعا وباطلة في النفس لكن عقيقة الواقع أبد ولا شيء أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هنا إبراهيم يخاطب أباه وقومه في سورة مريم إبراهيم يخاطب أباه فقط واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هنا تودد من إبراهيم لأبيه في سورة مريم يتودد إليه ويرشده إلى الحق لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وسيأتينا الكلام عن هذه السورة المباركة إن شاء الله تعالى إن كثم الله لنا عمرا فماذا قال له والده قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أترغب عن آلهتي لا تعبد آلهتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا أهجرني ما بيشوفك مليا يعني مدة طويلة ما بيشوفك سنة سنتين روح لا أريد أن أرأك وهجرني مليا مدة طويلة ما أريد أن أرأك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا كون بدعاء ربي شقية فالقصد إذن أن إبراهيم هناك خاطب أباه وحده هنا خاطب أباه مع قومه فقال إني أراك وقومك أي أهل هذه القرية التي يعيشون فيها في فسطين إني أراك وقومك في ضلال مبين البعض استشكل كيف إبراهيم يقول لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين يعني أين الدعوة بالحسنة شوه واحد يجيء وحقبه إنك في ضلال والأصل أن إبراهيم يخاطب أباه بالحسنة كما هو في سورة مريم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يتودد إليه هنا يقول له إني أراك في ضلال مبين فهل هذا ينافي قول الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أو لا ينافي الظاهر أنه لا ينافي لأن قوله إني أراك وقومك في ضلال مبين ما في سب ولا تعدي ولا كذا كيف يقول أنت غلطان يعني كلمة لما تقول حق واحد إني أراك في ضلال لا ما فيها مسب يعني في ضلال يعني مضيع الطريق يعني ليس فيها سب وليس فيها احتقار ولا تنافي البر الله جل وعلا ماذا قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى هل كان يذمه بهذا أبدا ما كان يذمه بهذا ولكن يخبر عن الواقع أنك كنت ضالا لا تعرف تفاصيل الشر فهدك الله سبحانه وتعالى وهنا كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لي أبي إني أراك في ضلال مضيع خطأ الذي أنت فيه خطأ يعني خطأ الضلال يعني خطأ ولما قيل لي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني سئل فيه فتوى في الميراث قيل لو توفي رجل عن بنت وبنت ابن وعم بس ذول ورثة بنت وبنت ابن وعم فكيف تقسم التاركة قال للبنت النصف وللعم الباقي للبنت النصف والعم الباقي واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني يعني سئل ابن مسعود عبد الله بن مسعود سيوافقني على هذا الرأي فجئ لعبد الله بن مسعود فقيل له سألنا أبا موسى عن هذه المسألة بنت وبنت ابن وعم فقال للبنت النصف وللعم الباقي وسأل ابن مسعود سيوافقني قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يعني إن وافقته قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين للبنت النصف وبنت الابن السد استكملت الثلثين وللعم الباقي فقول ابن مسعود قد ضللت إذا قد أخطأت الطريق إذا وافقته على هذا الرأي فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن إني أراك وقومك في ضلال أي مخطأ مضيع ما فيها أي يعني عقوق من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه فلا ينبغي التشديد في هذا الموضوع وهو أنه كان عنيفا كان كذا لا أبدا الأسألة سهلة جدا وأيضا حتى لو كان عنيفا شو المشكلة يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وقاله واغلظ عليهم يعني الدعوة بالحكمة أحيانا الحكمة يكون فيها غلظة وحيانا يكون فيها يعني الكلام الناعم الهيين الليين هذا بحسب ما تقتضيه المصلحة بحسب ما يرى الداعي إلى الله تبارك وتعالى الإنسان الحكيم يرى أن هذا يصلح معاه الغلظة ويأثر فيه لما تجي حق واحد تهزة تق الله خف الله ما يجوز تؤثر فيه ما يأثر فيه تقول له يا طيب يا هذا ما تأثر فيه خاصة إذا كانه يعرف الحكم وكان زين وبعدين ضعف وهذا يحتاج شوي أنك تشد عليه وتغلظ عليه بالقول ما يضر إن شاء الله تعالى فالقصد أنه لا غضاظة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبي إني أراك وقومك في ضلال مبين مبين يعني واضح واضح طيب ليش واضح واضح أصنام حجر لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تأكل لا تشرب أنت تصنعها لا تغني عنك شيئا وتعبدها أوضح من سيدي ما فيه أوضح من هذا لا يوجد وإذا قال ضلال مبين واضح جدا حرك عقلك شوي بس يقول لي أبيه هو ما قال لحرك عقلك أقولها لكم يعني فالقصد إذن أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أراك وقومك في ضلال مبين أي ضلال واضح بين نعم قال الله جل وعلا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقيم وكذلك أي بهدايته وتوجيهه إلى الحق ودعوته لأبيه وهذه الأشياء كلها قال نوري إبراهيم ملكوت السماوات هنا نوري من الرؤية ملكوت السماوات والأرض الرؤية هنا إما أن تكون رؤية بصرية يعني رأى ملكوت السماوات والأرض رأى الشمس والقمر والنجوم قيل انشقت له السماء رأى أشياء أخرى وقيل الرؤية هنا رؤية قلبية وهي اليقين ولذا قال بعدها وليكون من الموقنين رؤية القلبية والراحة النفسية والطمأنينة ومعرفة الحق الذي من عند الله تبارك وتعالى ملكوت يعني ملك ملك السماوات والأرض ملكوت السماوات يعني ملك السماوات والأرض ولكن الواو والتا يقول أهل العربية هذه التعظيم والتفخيم لما يقول ملك يقول ملكوت يعني أكثر رهبة رهبوت رغبة رغبوت يعني زيادة فالواو والتا هنا للمبالغة وذلك يقول فلان له ملكوت اليمن يعني ملك اليمن ملك اليمن هذا معروف في لغة العرب فالقصد إذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اليقين هو العلم التام الذي لا يخالطه شك هذا اليقين العلم التام الذي لا يخالطه شك وهو ثلاث أنواع علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين الله سبحانه وتعالى هنا يقول وليكون من المقنين أي علم اليقين عين اليقين هذا مر بنا في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أيضا قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال أراد أن يرى عين اليقين يشوف الخلق كيف يحيي الله الموتى لما أمره الله بذبح أربعة من الطير حق اليقين هي الملامسة للشيء هذا في الجنة هذا حق اليقين عندما يبدأ يلامس هذا الشيء فهنا الله سبحانه وتعالى قال وليكون من المقنين أي علم اليقين قال جل وعلا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين الذي يظهر هنا أن إبراهيم لم يكن وحده كان مع ناس آخرين من قومه وإذاك في الآية التي بعدها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال للم يهديني ربي من القوم لا كنن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فهذا الأمر الضارنة كان أمام الناس ليس وحده ولذلك اختلف أهل العلم هنا هل قال إبراهيم ذلك على سبيل النظر أو على سبيل المناظرة هل قال هذا على سبيل النظر أو على سبيل المناظرة سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى لكن الآن نريد تفاصيل هذه الآيات بالمعاني يقول فلما جنة عليه جن يعني دخل غطاه وستره الليل من الجنة والجنة هي البستان الذي تحيط به الأشجار من كل مكة حتى لا ترى ما بداخله جن عليه الليل غطاه وستره ومنه الجن الذي لا تراهم والمجن الذي يحميك بحيث لا يرى الذي خلفه فهنا فلما جن عليه الليل أي دخل عليه الليل وغطاه وستره فلما جن عليه الليل رأى كوكبا يعني وهو جالس مع قومه رأى كوكبا والمشهور أن هذا الكوكب هو الزهرة والزهرة هذا على ما يقال إنه يعني إله الحب عند الإغريق لأنه يعني يرى مع القمر فيسمون إله الحب فيقول أنه رأى الزهرة فقال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لأن هذه الكواكب تخرج بالليل ما ترى بالنهار نادرا فلما جن عليه الليل رأى كوكب قال هذا ربي فلما أفله لأن هذه النجوم تظهر وتغيب هذا مرطبيعي جدا تظهر وتغيب الشمس تظهر وتغيب القمر يظهر ويغيب كل شيء يظهر ويغيب فلما أفل أي هذا النجم قال لا أحب الآفلي لا أحب الآفلي هنا إبراهيم أي صلى الله عليه وسلم هل كان ناظرا أو مناظرا إن كان ناظرا فقال أهل العلم كان هذا قبل البعثة يعني لما كان صغيرا لما كان قبل أن يصير نبيا قبل أن يصير نبيا هو في فطرته ما يقبل أن يعبد صنما كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي كم عاش قبل البعثة أربعين سنة أربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يبعث قبل أن يأتيه جبريل طيب قبل أن يأتيه جبريل ماذا كان كيف كان يعبد الله هل كان يعبد الله أو كان يعبد الأصنان مع قريش ما كان يعبد الأصنام كان حنيفا صلى الله عليه وسلم لكن ما يعبد تفاصيل الشرع لكن يدري أن اللي عليه قومه خطأ كان يذهب يتحنث في غار حراء يجلس وحده صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد لكن معاجبة الواقع الذي عليه قومه وكان في غيره هناك غيره من من كذلك مثل زيد بن عمر بن نفيل مثل ورقة بن نوفل ما يقبلون الشرك الذي يقع فيه قوم أبوكر الصديق قالوا كذلك لم يكن يعبد الأصنام معهم فالقصد إبراهيم قالوا كذلك ما كان عنده يعني ما كان يوحى إليه ولم يكن نبيا لكن ما عاجب وضع القوم ما لا يعجبه وضع قومه أنهم يعبدون الأصنام يشوفهم يصنعونها وبعدا يعبدونها ما يصير كيف أنت تصنعه وأنت تعبدها ولا تغني عن أنفسها شيئا ولا تدفع عن نفسها ولا تنفع ولا تذر ولا تأكل ولا تشرب كيف تعبد هذا فكان منكرا للأصنام عبادة الأصنام فكان جلس مع قومه فلما رأى كوكبا قال هذا ربي ممكن يكون هذا ربي على الأقل هذا مرتفع ومضيء وينتفع الناس به وليس هذه التي نصنعها نحن هذا لا دخل لنا به يمكن هذا ربي فلما أفل غاب قال لا مو ربي هذا ليس ربي لماذا أفل لو كان ربي لما أفل لأن الأفول الغياب يغيب كيف يكون ربي ويغيب طيب إذا احتشت له غايب كيف ينفعني غايب ما يدري عني لا يصلح أن يكون ربا ربي الذي أعبده يجب أن يكون مطلعا على أحوالي في كل وقت ومتى احتشت إليه يكون بجانبي أما رب يأفل يا رب يغيب رب لا يطلع علي لا ما أريد هذا الرب ما أريد أن يكون ربي ممن يأفل فلما أفل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب الغيب ما أقبل أن يكون هذا ربي هذا إذا قلنا من جهة النظر لأنه هو يبحث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا لا ينافي كونه بعد ذلك صار نبيا لأنه لم يقع في الشرك هذا ليس مشركا لأنه كان يبحث عن الحق صلوات ربي وسلامه عليه وإن قلنا مناظرا لا يناظرهم فكان يقول هذا ربي يا الله هذا ربي كأنه يستفهم أهذا ربي أسألت يلا هذا ربي كلا واحد أنا راضي لأن قوم إبراهيم قسمان قسم يعبد الأصنام وقسم يعبد الكواكب قوم إبراهيم قسمان قسم يعبد الأصنام وقسم يعبد الكواكب هو أنكره شيء عبادة الأصنام أتتخذ أتتخذ أصناما آلهة الآن بدأ بإنكار الكواكب فقال هذا ربي يلا أنا راضي هذا ربي لما أفل قال لا أمو ربي لا أحب الآفلين وهذه رسالة لهم يقول لا يجوز أن يكون ربا ويأفل أو أن يكون على سبيل الاستفهام أهذا ربي أهذا الكوكب هو ربي هذا تدعونه من دون الله أهذا ربي يتنزل معهم لأن هذا سبيل مناظر الآن أهذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل أي لا يصلح هذا أن يكون ربا لي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي لأن القمر أكبر من الكوكب يعني إضاءة القمر مضيء منير وجميل وكبير ويستفيد منه الناس كثيرا أكثر من الكوكب المشتري أو الزهر أو غيرهما طيب أو غيرهما فلما رأى القمر روزا قال هذا ربي أو على سبيل الإشكال أهذا ربي ما قبلنا بالمشتري أو الزهرة أهذا ربي يعني القمر فلما أفله كذلك قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين هنا إن قلنا ناظرا يبحث هنا يسأل يعني كانوا يسأل الله يقول ربي أرني الحق لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أي يا ربي اهدني إلى الحق أرني الحق هذا إذا قلنا إنه ناظر يبحث وإذا قلنا إنه مناظر يناظرهم ليقنعهم فلما رأى القمر بازل قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين كأنه يرسل لهم رسالات يقول لهم يلا ماشي أنا معكم أنا سأكون من القوم الضالين إذا لم أعرف الحق فكأنه تشويق لهم حتى يتابعوا معه وين يبيوصل إلى أين سيصل فلما رأى القمر بازل قال هذا ربي فلما أفل قال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يعني سأسلك طريقكم معكم خلص سأسلك طريقكم وهذا الذي قلنا قبل قلنا لما قال إني أراك في ضلال مبين يعني ضياء وليس فيه عقوقا وليس فيه أي عقوق طيب انتهينا من القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر الشمس أكبر من النجم وأكبر من القمر ونفعها أكثر قال هذا ربي هذا أكبر كأنه يعني هيجهم صح صار معانا الحين سيعبد الشمس إذن طيب هذا إذا قلنا على سبيل المناظر على سبيل المناظر بس ينبههم لهذا الأمر وإذا قلنا عن سبيل النظر أيضا رأى الشمس قال هذا يمكن هذا رب فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من بات وشركم بس ما يصلح خلاص ولا واحد يصلح هذا هو الأحسن ثلاثة وما يصلحون إذن لن أعبد أي كوكب فإذا قلنا من باب النظر وصل إلى الحقيقة وإذا قلنا من باب المناظرة أوصل لهم الحقيقة إذا قلنا من باب النظر فقد وصل إلى الحقيقة هو الأن خلاص حرف لا هذا ولا هذا ولا هذا يستحق أن يكون ربهم هي أفضل الكواكب وإذا قلنا من باب المناظرة أوصل لهم حقيقة بلغهم القول الصحيح فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون خلاص بريء مما تشركون بمن بإله غير هذه في إله غير هذه من هو هذا الإله قال إني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفة في واحد هو الذي خلق الشمس والقمر والكوكب وخلقني وخلقكم في واحد غير إذا قلنا هذا على سبيل النظر إن إبراهيم توصل عليه السلام إن فيه هناك من يستحق أن يعبد غير هذه وإذا قلنا على سبيل المناظرة أو صلاة من رسالة أن هذه التي تأفل لا تستحق أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى وقوله هنا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ولم يقل هذه الشمس مؤنثة قال هذا أي هذا الطالع أو هذا المعبود وإذاك عبر عنها بالمذكر قال هذا ولم يقل هذه هذه طيب الوقت يسرع معرفة تكلم قاطع طالع الساعة طيب نقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبرك أمين وحمد سؤال الأول يقول لماذا لا نجهر وبسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع أنها آية من القرآن ونجهر بغيرها من الآيات بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح إن شاء الله من أقوالها أنها فعلا آية في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة هو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح إن شاء الله تعالى أنها آية في بداية كل سورة من سور القرآن هي آية في بداية كل سورة من سور القرآن لا ما يحتد الكرسي هي آية من كل سورة من سور القرآن الكريم ولما نأتي الآن إلى هذا المصحف الآن نفتحه بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم كم رقم واحد وفي كل سورة من سور القرآن الكريم أيضا هذه سورة النور مثلا هل بسم الله الرحمن الرحيم آية واحد لا سورة أنزلناها وفرضناها هي آية رقم واحد كل سور القرآن كذلك ليس فيها أن بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد سورة التوبة استثناء سورة التوبة استثناء ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها بدأت بالتحذير والعقوبة وكذا براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فإذن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من القرآن؟ نعم آية من القرآن ما عدا سورة براءة هل هي آية من كل سورة أو آية في بداية كل سورة؟ الصحيح أن آية في بداية كل سورة لا تحمل رقما لا تحمل رقما وإنما هي آية مستقلة في بداية كل سورة واختلفوا في الفاتحة هل هي آية من الفاتحة؟ أو كذلك آية مستقلة في بداية سورة الفاتحة؟ كما رأيتم الآن مصحف إنها إيش؟ آية رقم واحد طيب هذا أيضا مصحف آخر هذه رواية أبي جعفر هذا المصحف الآن وهذه الآن بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم كم؟ ما لها رقم؟ آية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الآية رقم واحد الحمد لله رب العالمين طبعا هو سبع آيات سبع آيات في النهاية الفرق إن في هذا المصحف قراءة الحفص وقراءة ورف قالون نافع عن نافع إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعتبرونها آية واحدة هنا في قراءة أبي جعفر صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ففي النهاية هم متفقون عن الفاتحة سبع آيات لكن هل بسم الله الرحمن الرحيم تعد آية من الفاتحة أو آية في مقدمة على اختلاف القراءات على اختلاف القراءات فالأمر في هذا واسع والأظهر أنها آية مستقلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وذكر الفاتحة كلها دون بسم الله الرحمن الرحيم فدل على أنها ليست آية من الفاتحة وإنما آية مستقلة في بداية الفاتحة كما ينها آية مستقلة في بداية أي سورة من سور القرآن حتى لو قلنا إنها آية من الفاتحة كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها في القراءة الجهرية يقرأها لكن يقولها في سره ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين والأمر في هذا واسع لو جهر بها الإنسان ما يضر إن شاء الله تعالى يقول يقول إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملك تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلاة ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم فيه صلاة ما دام فيه صلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ممكن شرح بسيط لهذا الحديث وكم مدة الجلوس أبدا ما في مدة الجلوس طالما أن الإنسان أتى إلى المسجد قبل الصلاة وجلس ينتظر الصلاة فالملاك تدعو له وهو في صلاة من انتظر الصلاة انتهى من الصلاة ظل في مجلسه يسبح يهلل يكبر ساكت أيضا الملاك تدعو له المدة عندك متى ما تريد انصرف انتهت المدة جالس من المغرب لالعشاء المدة محسوبة لك جالس من العصر لالمغرب المدة محسوبة لك لكن انت عندك المدة انت تحسب المدة على ما تشاء ان شاء الله تبارك وتعالي احلمنا وإياكم الأجر يقول هل علي إثم إذا كنت أحب أمي أكثر من أبي لا ما فيها إثم الحب هذا عمل قلبي لا يستطيعه الإنسان لا يملكه الإنسان أنا ما أتكلم أن أمة عاملة أحسن ولا والده يعامله أحسن الحب لا يملكه الإنسان قد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف وهو اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة ومتزوجه يعني غير عائشة عشر من النساء حد عشرة امرأة وكان عن ذمتي في ذلك الوقت تسع نساء وسئل من أحب الناس إليك قال عائشة يحبها أكثر من باقي زوجاتي وهذا ليس من باب التفريق لأنه أهم شيء معاملة أنه يعاملهن سواء كذلك هذا أهم شيء يطيع أمك وطيع أباك ما في مشكلة حب أمك أكثر من أبيك أو حب أباك أكثر من أمك هذا أمر فيه سعى إن شاء الله تعالى هل يصح حديث إذا غضب تفسكت وهل يمكن شرحه نعم حديث خرجه أحمد وغيره وإسناده وحسد إذا غضب تفسكت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان إذا غضب ألا يتصرف جل مشاكل الناس الآن أنه تصرف في أثناء الغضب خاصة الطلاق وغير ذلك وهو غضبان تكلم سوى شيء كذا فجاء الندم بعد أن هدأت الأعصاب النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا العلاج يقول إذا غضب تفسكت هذا ثلاث مرات إذا غضب تفسكت إذا غضب تفسكت إذا غضب تفسكت لا تتكلم لأنك أنت الآن عقلك ليس كاملا العقل ليس كاملا لوجود هذا الغضب الإثارة هذه تجعلك تتكلم بأشياء يعني لا تحمد عقبها أو قد تندم عليها بعد ذلك وكثير من الناس عندما يغضبون يتصرفون تصرفات بعدما يهدؤون يندمون عليها وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قان فليجلس فإن كان جالس فليتطجع يغير الهيئة التي هو عليها عند أبي داود وأما الحديث المشهور عند الناس إذا غضبك فتوضع فإن الغضب من الشيطان وإن الوضوء يعني وشيطان من نار نضع لا يصح هذا لا يثبت إذا غضب يتوضع لكن مشهور عند الناس لكن المهم التزم بأمرين الأمر الأول إذا غضبت فسكت الأمر الثاني إذا غضبت غير هيئتك وإذا كنت في البيت تطلع مثلا لا تنفذ اللي براسك كنت أضبع في وقت على الأذان سامحنا نقف هنا والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم وحمن